اليوم في حصة كتير كبيرة بصباحنا غير للفن يا عفاف كيفك انتي والفن وخصوصا المسرح كتير حلو انتي كمان تابعت شي مسرح اي وانتي انا عملت مسرح وتابعت مسرح اليوم عندنا مسرحية كمان طبعا عندنا مسرحية مميزة جدا وابطال مسرحية مميزين جدا وعلى خشبة مسرح لقباني بدمشق مجموعة من الشباب والصبايا ومن مختلف الفئات العمرية طبعا هدون الشباب والصبايا مبدعين وكالعادة ابطال المسرح لازم يكون عندهم طاقات عالية وعم يقدموا عروض مسرحية ولوحات فنية هاي اللوحات بتحمل رسائل واقعية وبتحاكي الواقع بمجتمعاتنا كسوريين وبجميع المجتمعات ومؤخرا شهد مسرح القبانية مسرحية بعنوان مع سبق الاسرار وقتبسة هاي المسرحية من الكاتب نيكولاي اردمار وكانت هاي المسرحية بعنوان المنتحر واكيد يا عفاف خلينا نقول انه المسرحية لقت اليوم صد كتير كبير وهي من اعداد لوتوس مسعود وكفاح الخوس واكيد بأذاء طلاب الدفعة الثالثة من معهد دراما روت هيدا المعهد دي اللي عم يدعم هاي المواهب الشبابية ليبلشوا طريقا بالدراما والتمثيل احنا عرف اكتر المشاهدين عن فكرة المسرحية وعن الاجواء اللي كانت موجودة وبسعدنا ان يكون معنا لليوم احمد حبوب خريج مع هادا دراما روت صباح الخير صباح واكيد يازان كيالي خريج مع هادا دراما روت صباح الخير اهلا وسهلا فيكم مبروك نجاح المسرحية الله يبارك صباح الخير واهلا وسهلا فيكم يعني مثل ما حكينا اليوم هيك طاقات عالية وابطال والمسرح ابدا ما انو شي سهل للوقوف على خشبة المسرح قدام ما يمكن الاف من الجماهير بده كتير عضلات قوية فخلينا هلا نركز اكتر بالمسرحية اللي اشتغلتوها مؤخرا اسم المنتحر شو كان الهدف منه وكيف هيك يعني شو كان مضمونا حكونا عنا شوي من يحب يبلش هلا هدف المسرحية كان انو اول خلينا نشتغل نحكي عن فكرة المسرحية فكرة المسرحية كانت هي عبارة عن واحد هو ومرته كرما الموضوع بسيط تخانعه فصار بده ينتحق فمنلاقي حدا اجا استغله يلي هو جاره لوقما بيجي بيستغله وبيكب النار عالزيت فبيبلش انو انت لازم تنتحر انت كزا منشوف كل المجتمع كل طبقاته هي جاية بس ما هتمت لموته هتمت لتحط لمصالحه هتمت للغايات اللي فيها الهدف مننا كان انو هالموت الشخصية بحل مشاكل هالمجتمع كلها فما مستحيل يكون طيب خلينا هيك ندخل اكتر بتفاصيل المسرحية ونعرف ادواركن اللي لعبتوه اليوم خلينا نبلش معك يا زن بما انو انت البطولة اليوم بالمسرحية خبرنا اكتر عن دارك بهي المسرحية وكيف اديت هيدا الدار هلا اول شي كذلناك من بطولة حلو يعني هو كان بطولة اصغر واحد الدفع الى اكبر واحد الدفع المسرحية هي عبارة عن عمل جماعي انا كنت اخذ شخصية جابر اللي هو المنتحي اللي هو الزلم اللي بدوين انتحيروا بيضحكوا عليه كالهالموجودين بالمسرحية توام الوحيدين الاوادم اللي بها المسرحية هو انا ومرتي بس منكم اه فشبه السؤال نحكي عن دارك اليوم بهي هاي البطولة نخبر المشاهدين اكتر عن المسرحية المسرحية هي بتحكي مثل ما قال احماد واحد بيعلق معمرته بشير السكينة بإلا بدي انتحر بتروح هالمرة لعند الجار بتقل له له الجار انه جوزي بدي انتحر اللي هو الجار هو من فئة المثقفين المغمورين فهو زلم مخ شيطاني يعني فاجه وضحك على هذا جابر لحتى شو لحتى ينتحر باسم المثقفين لحتى يستفيد على ظهرهم وبعد ما نشر هالموضوع الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي والعالم كلها شافت هالموضوع بلشت جميع فئات المجتمع مثلا جمعية نون نسوي هي طبعا جمعيات متخيلة يعني العمال والفلاحين الأطباء الشحادين كله بلش يجي يطلب من جابر يعني يغري ماديا لحتى يحط اسم هاي الجمعية بالرسالة بس ما تكونوا دربتوا بالجمعيات لا الحمدلله عم نحطي كلها جمعيات متخيلة ما حطينا شي طبيعي تمام أحمد خبرنا كمان عن دورك بالمسرحية شو كان وكيف كيف هيك كان تأديتك للرسالة إيصال الرسالة للجمهور أكتر لعبك للدور هلا ليكي أنا كنت الحلاق لجابر فنحنا كنا قاعدين نحنا وحي الخيال هو اللي بيلعب معنا فأنا فرضت إنه الشخصية إنه نحنا يلي ما منشتغل قاعدين عم تكش دبان واجتنا هالفرصة لازم نبلش نشتغل لأنه نحنا كصالون لازم نلحق الشي الموضة والترند والكذا فجابر هو كان لترند فكان في شعور إنه الصدق مع حالي إنه أنا مصدق الفرضية اللي أنا حاطة ليوصل الإحساس فكان هيك كان شي جداً حلو يعني كنت حلاق هيك بترغي وبتحكي كتير لكن وكان عامل له ميزة إنه بيقرب بحرف السين كمان وكان همجي شوي هلا اليوم كان في حدا فيكم دوام مسائي ودوام صباحي هدا الشي هل اليوم أثر إنه تحضيرات قبل المسرحية منعرف إذا هي بدأ أيام بدأ أشهور أكيد من التدريب لحتى تطلعوا بهي النتيجة كيف كانت التحضيرات؟ هل فرقت إنه حدا فيكم دوام مسائي أو صباحي أم لا؟ هي تحضيرات جماعتكم وكانت نفس النتيجة؟ فضلي فالحمد لله كنا يعني عن جد إيد وحدة وعيلة حتى قدرنا نعمل هالعمل لأنه العمل أساسه واقف على الجماعية هل لا هيك هلا ما بقى فينا نضل قاعدين وعم نسمع بدنا نتابع رح نتابع سوا كليب مشاهدينا من ضمن هاي المسرحية وشو ضمنات يعني بعض المقتطفات منا رح نشوف رجعي لك اللي مبطلتها نعم أهول علي موت من إياك والإنها ليش تاعد؟ سنتت نفسي لا بتحتاجوا تهيجابي؟ لا مرح عاقل لا لا نفعين بكنا عزنا بكتحتاجوا ليه انتوا بكتحتاجوا؟ وإذا ما أكرمت شو ميتك يتساوي يعني بكتطل إيّ ولا تلعيني بدل بيت ستبراها؟ نسيتك حضرتك إنه أنا اللي عن رجال بيت كنت هي اللي سنتمشي؟ ها؟ ولا لايه إنه قاعدة عا تشتغلي وعم تصمي عن ميت ستبديل بيت ما أضعي ديني ومتعني صوتك شنون ما رديك؟ كل يوم تنتشون عا تشتغليه قبل ذلك تشتغلي شنون كنت يا عادة؟ ما عاديك قاعدة معزز من كلام وفكتش أوصل عندك؟ حق ما هلاقي بينا بيبوزك وفكتش عاوصل عندك جادي وأنا مثل اللي حمارة من بنت عمليك ياسش ما انتوا من الطعبين أولا الطعبين أولا الطعبين ألطعش كنت تشتغلي تهل كله صوتك ما بي على اللي فهلا معني؟ أهلا الجانب يا عادة بي أمف 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 جاب الطرد سيفة زي وحرم شاكلة موردو فرد امف أمف 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 شاكلة لما طل وقل شابر لما طلوا قال شابر صحوة يا شابر اللهم رب النور العظيم ويا رب الكرسي الرفيع ويا رب البحر المسجور ويا منزل الثورات والإنجيل والزمون ويا منزل القرآن العظيم انرفع بسك جابر السعيد يعني عن جد فوتنا العرض ومنح اللي مصورينا وهلأ قدرنا نتابع شوي منه أحمد بما أنه النص المسرحي إعداد القدير كفاح الخوز فأكيد كان عنده بعض النصائح لإلكون خلينا كمان نعرف شو كان رأيه هلأ ليكي الأستاذ كفاح الخوز بصراحة هو بشكل عام صعب أرضاؤه تماما يعني شو ما عملنا بده قس أكتر بده قس أكتر لازم دائما يحس بشعور أنه أنت مقصة أنت لازم تشتغل على حالك لو هذا اللحساب على نومك على صحتك على أي شيء لازم تشتغل فأنا بتذكر أنه نحن في عنا كوروال كان بالمسرحية فبيبين علي أنا بقدره بعيني بعينه بشوفه أنه قديشه مبسوط قديش عم يفتخر فينا أنه عم بيهز وعم يتمايل وعم بيشوفنا كمبسوط يعني كان فإن شاء الله نكون وصلنا للريدة يعني الريدة كان واضح من وشه ومن عيونه حتى لو لم كان واضح كلاميا أكيد ولاحظنا هذا الشيء من الكيبلي طبعا يجب علينا أن نعود إلى عندك اليوم المسرحية كان فيه إلى ضوء كبير كان فيه إقبال كبير من الناس خلينا نحكي عن الأشخاص التي كانوا موجودين عن ردود أفعالهم بالمسرحية شو كانت لأصدائيك خبرنا أكثر هلأ أمي رح تحب العرض شو ما عملت يعني أمي وحبيبتي أكيد رح يحب العرض أما بالنسبة للعالم نحن أكيد أي عمل بيكون عالم تحب عالم تكره بس الحمد لله يعني العمل يعني أخذ ضجة حلوة نحن كنا متوقعين أنه يكون حلو لكن ليس متوقعين لهذه الدرجة لأنه بالنهاية نحن ممثلين ما أننا عم نشوف حالنا من بره فعن جد فاجأنا فيه يعني أد ما أخذ صدح حلو ويعني متل ما بيقولوا أخذنا سمرة تعبنا عن جدها الشهر ونص أكيد يعني اليوم بدي أسمع منكم انتو الاثنين كل حدا يمكن بيشوف من وجهة مظهر مختلفة أو بيأخذ أساسيات التمثيل وبيطبقها بشكل مختلف عن التعني خلينا نحكي هيك أكتر دورك ألا أحمد خلينا نعرف اليوم أكيد الظهور أمام آلاف الأشخاص قدامك بشكل مباشر يعني النفس محسوب عليك أنت ممنوع هون الخطأ ما في عندك بروفا أو شيء فهون أنت بدك توصل رسالتك بكل ما تعنيه الكلمة من أساسيات التمثيل بدك تتقنى بدك تمشي بالحزافير خلينا ناخد الأساسيات التمثيل اليوم خلي كل يمكن اللي بدهم يخطوا هايك خطوة يستفيدوا مننا أكدر وعطينا الأسرار ألا لكي فيه سرين هنن ما فينا نفسح عنه يلي هنن الأخلاق والالتزام هنن هدول أهم الشي كانوا من صفات الممثلة والمسؤوليات وأنه أنت مأخذ فرصة غيرك فلازم تحقق الشي اللي أنت بدك ياه الالتزام بس أنا بدي يوجه أنه أهم الشي الالتزام والأخلاق لأنه أنت لما بتكون ملتزة العالم بدك تحترمك ولما بتكون أخلاقك عالية كمان العالم بدك تحترمك فكان هاي النقطة كتير مهمة للأستاذ كفاح كان دائما يشدد علينا أنه الالتزام والأخلاق أهم أي شيء وبالنسبة لك يا زان شو الأساسيات اللي تعلمت اليوم قبل ما تقدي لهي المسرحية خبرني هلأ مثل ما حكا أحمد الأخلاق والالتزام شيء أساسي لأنه يعني هذا الشيء بتعلق بالفنان ممكن واحد يكون ممثل جيد أما فنان هي بتجي أصعب بشوي فالأساسيات هي عبارة أنه أهم شيء الواحد يكون صادق مع نفسه لحتى يعني صادق مع نفسه وصادق مع الجمهور لحتى الجمهور يقدر يصدقوا أصلا ويقدر يوصلوا الممثل صحي بعدين كل شيء يأتي هو عبارة عن دراسة طبعا يعني يسبق كل هذا الشيء هو دعم أنتو خرجين اليوم مع هذا دراما رود فأكيد مع هذا قدم لكم دعم معنوي حتى يمكن نعرف أنه في المسرح ما في دعم معدي ولكن معنوي هو أكيد بيسقل شخصياتكم أكتر كممثلين بيعطيكم دعم كافي لحتى التطور دائما من أدائكم خلينا نحكي عن دعم دراما رود دعم دراما رود الله دراما رود من أول يوم فتنة عن جد موجود الدعم كان من أول يوم لآخر لحظة تخرجنا فيها ولهلأ حتى بعد ما نروح معها يعني الحمد لله الحمد لله الإدارة أنا يقعد أذكر أسامي ما رح يقدر من أذكر أسامي الإدارة اللي هي ابتسام ومحمود ودكتورة راني الجبان والمدام ريشي شربجي والأسادزة طبعا اللي درسوني أنا الأستاذ نسرين فندي والأستاذ مغيس سقر الأستاذ معتاز دكتورة ندى الأستاذ مصطفى وختامها مسك الأستاذ كفاح الخوص الرائع طبعا كلهم نوجه لهم تحية أكيد أكيد طبعا أد ما حكينا عن الأستاذ كفاح هو الدعم عن جد يعني هو الدعم المعنوي هو الدعم النفسي يعني يعني يعلم البني آدم يمثل وأوات كثير بيعلموا كيف يعيش أكيد مشكورة جهودنا اليوم لأنه عم يدعموكم عم يدعبو هاي الطاقات والمواهب الشبابية الموجودة عندكم لتبلشوا طريقكم أكتر بأدراما أحمد رجال عندك كما خبرنا شو اللي خلاك كما تلجأ لهيدا المعهد راما رود تبلش بمجال التمثيل المسيحي خبرنا أكتر الأول شي بنا نحط العمر قدامنا عيوننا تمام أنا مثلا عمري 26 سنة هو عمره 31 سنة العمر كله الله يسلمك فكان أنه نحن ما في ولا أي جامعة بتقبلنا مستحيل نحقق الحلم اللي نحن بنسعاله فدورنا أنا بالصدف عمدور فطلع قدامي معها الدراما رود للتمثيل دقت سجلت وصار توافقت فاللي صار أنه أنا عن جد دراما رود احتضنني وعطاني الفرصة اللي أنا بدي إياها لحتى حق حلمي وطبعا مع جهودهم هن المشكورين فسعيد وراء حلمي وراء الهدف اللي أنا بدي إياه عم تحكي أنه كأنكم خطائرة يعني هو الفن والتمثيل ما بيعرف عمر ممكن الواحد يكتشف شغفه بالحياة بسن جداً أنه كبير يكون نظل عم ندور على شغفنا نحن بشو شاطرين ومنلاقي المكان يلي دعمنا ولكن اليوم أنتوا ما قدمتوا قابل على المعهد العالي للفنون المسرحية كان ممكن بسبب أنه أنتوا ما لقيتوا شغفكم بالحياة بسبب أنه ما نقابلتوا خلونا نحكي عن هذا الموضوع هلأ أنا كنت أدرس حقوق وصلت سنة ثالثة ضل عندي كم مادة إما توقفت براوالك أنا لما صار عمري براوالي عم جد أنا إحنا لهو ما براوالي الحقوق دراسة منيحة المهم بعدين باللادقية بلشت مسرح بعمر 29 سنة عملت مسرحيتين مع الأستاذ عشم غزاد بعدين وقتا قررت على عمري 30 سنة أني أطلع الشام فلما أطلعت ما شفت بوشة غير درامار هو فالحمد الله من أول لحظة فتت أنا حرفياً قلبت حياتي من شخص كان رح يصير محامي لشخص صار بسرمه ممسر بعمل 30 ففرق تكتير معي لغم أنه أنت لقيت حالك يعني دارو عليك أنه الواحد عن جد يلاقي حاله ويلاقي الإختصاصي اللي هو شاطر فيه وينجح فيه أحسن ما تكون محامي وإنت ماناك حابه يعمل شيء اللي بيحبه الواحد أهم شيء صحيحة بس هلو كمان اليوم الواحد يجمع بين الشيء الدراسي الأكاديمي لإضافة أنه يكون عنده موهبة بالحال ممكن تكفي لبعدين بممكن تغير رأيك وترجع لمجال الحقوق أم لأ خلص أنت صار طريقك هو فقط تمثيل الدراما لتطور حالك أكثر أنا أرى حالي ممثل من هؤلاء حلو تمام مجد بالصراحة أحمد دعونا نروا لعندك أكيد ببداية كل مشوار الشاب عم يبدأ حياته بقية موهبة عنده يكون فيه صعوبات أو فيه تحديات بتواجه بتوقف بطريقه ممكن كتير يأتي أفكار يقول أنه أنا ممكن ما أنجح أو ممكن شو يقول للناس عني خبرنا أكثر شو هي الصعوبات اللي واجهتك الصعوبات اللي واجهتني أنا بشكل شخصي أنه أنا كنت عم بشتغل بشغلي الخاص فأنه ما كان فيني عم منصق بين الشغل والتمثيل والمسرحية بشكل عام فرحت لعند الجماعة اللي بشتغل عندهم فقلت لهم أنه أنا بدأ إجازة شهر مستحيل أحسن لأنه فيه تعب فيه مجهود دعم بصي فخلوني عطل ورحت على المسرح بلشنا نتعب يعني نحنا كنا حرفيا عم نتدرب شي 12 ساعة للـ 14 ساعة أيام توصل فكان فيه تعب ومجهود مبزول بشكل مرعب فهي الصعوبات اللي كانت خلينا نرجع كمان للعمل المسرحي اللي صار تحت اسم المنتحر يعني اليوم نجاح أي عمل بده يصير هو السبب الأكبر لإله طبعا بعد جهد وطعب المشرفين عليه من إعداد وإخراج كمان المشاركين الممثلين بهذا العمل أدي هنون بساهم بنجاح هذا العمل كتفاعل مع بعض أنه هنون بيكونوا عيلة واحدة حبيا حلو كل شي حبيا يعني أدي حلو هايكي كون الكل عيلة واحدة والكل بده الثاني ينجح أكيد إذا ما كان فيه هايك شيء مستحيل العمل ينجح شما ما كان؟ خبرنا أكثر عن جو العيلة تبع درامارود جو العيلة يعني ما بعرف من نمرض نحن ثلاثين واحد بالدفعتين من نمرض تأخدي تليفون من ثلاثين واحد بيجي عيد ميلادي تأخدي ستوريات ومعايدات من ثلاثين واحد أي شيء بصير بحياة أي واحد هو على ثلاثين واحد وطبعا يعني صرنا عبارة عن عيلة وإخوات ما بقى نحن طلاب مع بعض يعني صارت العلاقة أقوى بنيك بكتير يعني المعهد عملنا بسنة زمان تقريبا عمل علاقة عيلة وتخرجنا وراح ظلت هاي العلاقة وإن شاء الله بتظل دائما وإن شاء الله بشوفهم لكل نجوم إن شاء الله يا رب في سؤال يزانو أحمد اليوم على أي أساس تم اختيار الأدوار للكم يعني شفنا دورك يزان الشب العصبي اللي عم بيعيط على مرتو على إي أساس تم اختيار دورك أو دورك كمان أحمد بالمسرحية هذا راجع بقى للاستاذ كفاح يعني نحن نظرة المخرج بتظل مختلف شوي ما بعرف شو المقصات حسنت قريبة من شخصيتك اليوم؟ هلأ أنا كشخصية جابر اللي لعبتها لا يعني ممكن في شيء بلامز بسيء بعيدة يعني كل البعد يعني تعزبت فيها كثير متل أغلب الشباب يعني أغلبهم كانت الشخصيات كثير بعيدة وعن جد اللي عنده جملة متل اللي عنده ثلاثين جملة يعني أي حدا طبعا إذا لاحظتوا بالمسرحية الديكور صاير عبارة هو يصاير المسرحية أنه مسرح داخل مسرح فالديكور هو عبارة عن لابة يعني منكون بغرفة بيتحرك باب منصير بغرفة تانية فاللي عم بيحرك هالباب أهم اللي عم بيمثل صلاح لأنه صار جزء أساسي فاللي عم بيحرك برغي حرفيا هو عليه مسئولية مثله مثل اللي عم بيضل على المسرح طول الوقت لهيك كلنا أبطال وأحمد صدر كمان أنا اللي يعني الكيميا اللي بيناتنا كان بشكل حلو كتير كنا عم نشوف بعض برجع وبذكرك أنه نحنا شئ 12 ساعة عم نشوف بعض فهذا كان خلق العيل الثاني يعني أنا ما عاد في ضيط لأهلي ما عاد في ضيط لشغلاتي الخاصة بس أنا معرفقاتي طول الوقت يلا مشو نعمل الدور يلا مشو نعمل نزبط كذا نشوف مشاهد بعض وننصح بعض أنه هاي الشغلة انت غلطت فيها هاي الشغلة لا تعمل هيك فهذا اللي كان حلو أكيد بالخطام بتحبوا تضيفوا شيء أي كلمة أخيرة للمشاهدين لدراما رود لأي حدا عم يتابعكم أو عم يدعمكم أكيد أكيد أول شيء كلمة شكراً على الدراما رود كتير قليلة هن بيعرفوا كم نحن نحبه و ما بينحكي شيء على الدراما رود لأنه شو ما حكى الواحد قليل أما الأستاذ كفاح الأستاذ كفاح يحب أن يوجه له تحيه كبيراention وسيقوله أنw نحن في النحل 30 واحد و We love you نحن منحبه كتيره بأتهم كليوم كل يوم كل يوم كل يوم كنت شوف هؤلاء الوجوه رفقاتي طلعات سبب لي هذا الشيء اكتئاب يعني أنا لليوم ما أنا عارفها كيف بدي أطلع منه فدراما رود بزل وجهد كتير حلو كانت المعالجة النفسية أهل، وطبعا أكيد مع كل كادر الأساد زي كلهم تحية وشكر كتير كبير أكيد 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 للمدام ريشة شربجي اللي عم تحتضن هاي المواهب يعني أنا شخصيا مغيرت حياتي لأنه في حدا قرر يفتح دراما رود أكيد بالختام أحمد ويزان بسطنا كتير بوجودكم معنا لليوم وأكيد إن شاء الله يا رب بالأيام القادمة نشوفكم نجوم مقبار لكم اسم وباسمي خاصة بهذا المجال أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيكم أحمد ويزان لنمنى لكم كل التوفي أكيد ودائما هيك نسمع لكم أخبار حلوة وتطورات وجديدة شكرا